والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل رأيت أناسا يذهبون إلى المقابر في العيد هل هذا صحيح وما هي الزيارة الشرعية إلى المقابر بالنسبة لزيارة المقابر الزيارة أنواع أولا قال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وهذه الزيارة ما من أحد إلا وسيزور المقابر لأن المقصود بهذه الزيارة هي زيارة الموت لأن ربنا تبارك وتعالى قال ألهاكم التكاثر أي في الدنيا من أمور الدنيا من الأموال والأولاد وغيرها من متاع الدنيا حتى زرتم المقابر يعني حتى جاءكم الموت فزرتم المقابر وقال السلف الزائر لابد له أن يرحل أي زائر لابد يجي يوم من الأيام ويرحل لأن الزائر ليس بمقيم الزائر ما مقيم فهذه زيارة أي إنسان بمر بهذه المرحلة يدخل المقابر كما قال الله تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فدي ده نوع من أنواع الزيارة وده واقع لكل البشر في الزيارة الثانية زيارة شرعية للأحياء وفي الأحياء للرجال من المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وهذه زيارة هي للتفكر وللعظة والعبرة إن الإنسان يمشي ويزور المقابر لأنه دائما أنت لما تدخل المقابر بتذكر الآخرة لأنه ده موضع مكان بتاع آخرة الناس ده أموات غير أحياء فده موضع بذكرك الآخرة شكد من السنة إنك تزور المقابر حتى تتطعز وتعلم إنك في يوم من الأيام حتكون هنا مع الناس ديل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالمقابر كان يقول أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون فده المكان ده في يوم من الأيام كلنا حندخل جوهنا ما في إنسان لا يمر بهذه المرحلة أبدا أي إنسان سيموت كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون فدي زيارة من السنة للعظة والعبرة والتفكر وتذكر الآخرة وقلنا دي خاصة بيمين بالرجال أما بالنسبة للنساء فزيارة النساء للمقابر ممنوعة شرعا النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وفي رواية زوارات القبور زائرات القبور هي النساء بتزور القبور بتزور لكن ما كثير قد تمشي في السنة مرة مرتين ثلاثة فدي يلحق بها اللعن وأي ذنب يلحق به ويترتب عليه لعن يعتبر من كبائر الذنوب زي ما قال زي ما قال العلماء في تعريفة الكبيرة إذا ترتب على الذنب لعن هذا يدخل في كبائر الذنوب فزيارة النساء للمقابر من كبائر الذنوب ممنوع شرعا المرأة ما تمشي أبدا لزيارة المقابر لكن إذا مرت قد تمر المرأة بالمقابر ممكن تجي مرة مرور فده ده ما في إنسان بيستطيع أن يتحكم فيه المرأة قد تمر بالمقابر إذا مرت فما في إشكالنا تطبق السنة وتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون وما في إشكالنا تدعو لأهل القبور وإذا كان المرور بمقابر المشركين المرور لو كان بمقابر المشركين سواء كان للرجال أو للنساء فإنه من السنة أن يبشروا بالنار في مقابر بتاعة كفار في واحدة هناك في السوق المركزي مقابر بتاعة النصارى وهؤلاء كفر مقابر ظاهرة يقول لك دين مقابر النصارى جئت مارربة هناك تقول لهم أبشروا بالنار أبشروا بالنار دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذن دي بالنسبة لزيارة الرجال للمقابر وبالنسبة للنساء المنع كذلك زوارات القبور الزوارة هي صيغة مبالغة وتدل على الكذرة دي دي للنسوانة البمشة كثير هي ما بتمشي عندها غرط في المقابر دي الحنجيون بقى شوية الناس اللي عندهم غرط بتمشي ساكت كده بس بتمشي المقابر شان تزور المقابر وكده دي برضو داخل في اللعن وبتمشي كثير كله بعد فترة تسوق نسوانة الحلة وماشي على المقابر هذه كذلك تدخل في اللعن زوارات القبور فالمرأة من هي إنها ما تزور القبر المقابر سواء كان بكثرة أو من غير كثرة أما إذا مرت مرور فلا إشكال ولا حرج في ذلك طيب في الزيارة من نوع تاني وذي موجودة عند الرجال وموجودة عند النساء الناس اللي يزوروا المقابر طلبا طلبا من أصحاب القبور إما دفع الضرر وإما لجلب المنافع والمصالح الدنيوية وغيرها ده بيدخل في مسمى الزيارة الشركية سواء وقع من الرجال أو وقع من النساء يعني لو جاء ناس خشوا المقابر جاء إلى المقبرة عشان يسألوا الميد المدفون وده الآن موجود عندنا في السودان عادي جدا للأسف الشديد ده عندنا عادي المرأة تطلع من البيت ماشي عادي تسأل الشيخ المدفون كأنه ماشي تشتري له خذار عادي جدا ماشي تدخل جوه يكون لها سنوات ما جاء عريس يبشر إن شاء الله راج المرأة أبشر ده ما عنده أي حاجة لا راج المرأة لا راج المرتين ما عنده حاجة وأبشره ما تفون تحت في الوطة يجيب لك راج المرأة من وين وذاته ما تسأل الله تبارك وتعالى الله بدي راجل وما عنده مرأة ذاته ولا ما بدي شان تعرف ذاته فيه طعن في أبشر ذاته أبشر طلبوا منه راج المرأة ما بدي أي حاجة لا راجل بدون مرأة لا راجل بمرأة وذا يدخل في الشرك بالله تبارك وتعالى لأنه ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يعني ما بديك راج المرأة ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم تكون المسكينة وقعت في الشرك ولسه بايرة ما لقيا لها راج المرأة وقعت في مشكلتين وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى لأنها مشت للشيخ وما لقيت راجل لأنه الشيخ ما بدي راجل أصلا في أمور يسألوها من الله تبارك وتعالى مرأة تسأل أي شيء من الله عز وجل الرجل وإذا تزوجت تسأل الزرية وتسأل الأرزاق من الله تبارك وتعالى ده مرضو موجود في الرجال موجود في الرجال بيمشوا المخابر أشان يسأل صاحب المقبرة وفي مقطع بتاع فيديو منتشر الآن بتلقاه في اليوتيوب قاعد مجموعة من الناس الجهلة في القبة بتاعة حسن واتحسونة جوه في القبة جوه واقفين قدام الضريح عمك شايب كبير بلغ من الكبري عتية زول كبير بيسأل فيه قال لي واتحسونة الناس زيل جوق وماشين على سنتك وعلى الطريقة الرسمت لهم شو الكلام ده دارين يحيوا سنتك ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة واتحسونة وسنة واتحسونة أشرك بالله تبارك وتعالى وانت عارفل في قلوب يتكلم مع واتحسونة قال ليك تعارف الناس ديال جاينك ليه قال لي جاينك دارين الصرف صرف من وين من وين صرف قال له فأعطي كل سائل سؤله ده بيتكلم مع منه مع واتحسونة المدفون جوا في القبر مدفون ولا بسمع ذاته ولا سامعه ولو سمع ذاته يعطي وين كل سائل سؤله والله ما يديك كيس بتاعتسالي ما يديك واتحسونة كيس تسالي ما يديك والله فما بالك تقول لا أعطي كل سائل سؤله في واحد دائر عمارة في المنشية وفي واحد دائر العربية آخر مودي دي بيقدر على واتحسونة لو حي واتحسونة لو حي بيديك عمارة في المنشية لو حي طيب راقب تحت الدراب يديك من وين يا ناسا نازل عقول ما عندهم لكن عشان كده ربنا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ما عندهم عقول فدل دي زيارة شركية زيارة شركية تؤدي إلى خروج الإنسان من ملة الإسلام جملة وتفصيلا وجو الشيوخ بتعين الصوفية وأصلوا لهذه المساعد وجعلوا زيارة القبور من الدين بل جعلوا زيارة القبور بمرتبة زيارة بيت الله الحرام يقول لك زيارة حجة وشوف تعيد زيارة حجة وشوف تعيد يعني كونه أنت تزور الضريح يقول لك ده حج شكدا قالوا إذا فاتك الحجاز أقع بحراز يعني لو السنة دي لو فاتتك الحج وما لقيت طريقة قال أمشي الحجاز أنا وأمشي أبحراز ليه أمشي أبحراز والحج ده مربوط بالاستطاعة الله قال وعلى الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيله الله ما قال لو ما قدرت أمشي الحتة الفلانية ولا الحتة الفلانية ما قدرت خلاص ما عليك حج إلا تكن عندك استطاعة بدنية ومالية ما لقيت ما عليك حج الصوفية قال لك لو ما لقيت تمشي أبو حراز أبو حراز بيجاي جمدني مطفونين فيها شيوخ كبار من شيوخ الصوفية عندهم إذا أنت مشيت أبو حراز تكتب لك حجة كاملة وتكون أنت مشيت وضيعت دينك ووقعت في الشرك عياذا بالله وعندهم كذلك الطواف بالقبور يطوفوا بالقبور والطواف يكون ببيت الله تبارك وتعالى شوف بس شفت التصوف ضيع دين الشعب السوداني وضيع دين كثير من الأمة الإسلامية بسبب هذه القبور والتعامل مع القبور ما بيحتاج لكلام ذلك تعامل مع القبور تعامل في حدود معينة شرعية أنا ذكرت لك منها أشياء بل أدلة التعامل مع القبور لكن المتصوفة رفعوا هذه القبور وخذتوها في محلات عالية جدا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان وجعلوا على هذه القبور المساجد وشيدوا عليها السرج وزينوها وضربوا لها البوهية وعملوا فيها ما عملوا كل مخالفات لشرع النبي صلى الله عليه وسلم إذن الناس اللي يمشوا للمقابر في العيد ودي آخر حاجة نختم بها شانا أقدم الشيخ أوبكر هل يمشوا المقابر في العيد ديل طبعا بيدخلوا في كل الأصناف إناس بيمشوا واحد دار يمشي يزور أبوه تلقى أبوه مدفون في كردفان يركب من هنا شان يمشي يزور أبوه في كردفان يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم إن قطى عمله إلا من ثلاث منا قال ولد صالح يدعو له ما قال لك تركب له وتمشي كردفان ده ماشي له ما لك يا أخي هنا في القردوم أرفع إيديك وقول يا الله أغفر لأبوي وارحمه الدعوة بتصل وأبوك ده الميت دائر منك شنوتاني أكثر من كده تدعو له الله وتعمل له الصدقة جارية وده كله إن شاء الله بيلحقه لكن ما تتعب نفسك وراكب له من هنا وماشي وناس يوم العيد يقول لك شايلين الزلابية وماشيين المقابر طمعا في دراويش لأفين هناك في المقابر تلقى صوفي مدلقا لابت للزلابية دي مما إنت تجي من المقابر بره والله بيستقبلك إنت ما شفته بيستقبلك من بره ده لابت للزلابية والرز والشعيرية بلا بيجوز الهند قاعد بره هناك لابت للشغلة دي وإنت ما تمشي تلقى لك وده الحاجات دي منه وشايلين مقابرين يرشوا القبر ويرشوا بيجاي ويرشوا بيه هنا يا زول دا الربط لهم وكيف في ريون ما بينفعه خليك من ترشرش الناشة غالة ترشرش وقاطعين لهم جريد خطين جريد بينه وجريد بيجاي زي الكوشة بتاعة العرز دي احنا زي شنودة كل دا مخالفات شرعية كل مخالفات ما تخد جريد ولا ترش القبر بمؤية ولا تمش تخدت لك حاجات في القبر ولا اي حاجة عرفتها والزيارة الشرعية ذكرناها بالأدلة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم قدم الشيخ أبوكر